شيء آخر مهم جدا أحبائي اللي بتبرهن على شجاعة يسوع المسيح المسيح ما كانش خايف من الصليب كان رايح للصليب بالحقيقة لقد وبخ يسوع بطرس واحد من تلاميذه يعتبر واحد من أعظم تلاميذه لأنه ما كانش مدرك ما كانش فاهم فكرة الصليب وبالحقيقة وبخه مرتين أول مرة بعد ما بطرس قال ليسوع في قيصرية فليبوس يعني في بنياز قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب وقال طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وبحال ما ابتدى يسوع يتكلم عن الغرض أنه رايح لأرشليم ليصلب على طول بالنسبة لبطرس شاك حاشة للمسيح أن يصلب قال له حاشاك يا رب فانتهره يسوع قائلا ابعد عني يا شيطان ابعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس أستخيل أنه بحال مقاوم فكرة الصلب على طول المسيح أدرك أنه هذا روح شيطاني الذي يرفض صلب المسيح فقال له ابعد عني يا شيطان والمرة الثانية في بستان جتسماني المسيح كان بيصليه وكان يصارع ويجاهد في البستان لدرجة أنه العرق نزل قطرات دم والمسيح وهو يصارع بسمه بستان النزاع قال إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك ولما جاء يعني الفكرة أنه يسوع عارف أنه جايين يقبضوا عليه ولكن شيء تاني أو مرة تانية بطرس في البستان قطع أذن عبد رئيس الكهنة وبسمي الكتاب ملخص والمسيح رد الأذن يعني عشان تشوف سلطان المسيح هو سيد المواقف والأحكام رد الأذن وقال لبطرس رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف أيضا يهلكون ثم قال يعني ألا أقدر أن أطلب من أبي أن يرسل إلي 12 جيشا من الملائكة وهو ملائك واحد قضى على أشور 185 ألف جندي في فترة بسيطة فكم بالحار 12 جيش يعني آلاف الملائكة بخلصوا على العالم كله ولكن كيف يتم المكتوب هذا كان فكر الرب يسوع المسيح فالمسيح جاء ليتمم مشيئة الآب يضع إرادته الكاملة بالتوافق الكامل مع مشيئة الآب والأعجب من كل هذا أحبائي أن يسوع المسيح في البستان خرج ليواجه الجنود يعني مش اتراجع أو اختبأ فخرج يسوع لاحظ الكلام وهو عالم بكل ما يأتي عليه ومش بس يعني راح ووجه الكهنة وحراس الهيكل والجنود الرمان كان معهم يهود الإسخريطي مسلمه ووجههم بل سألهم قال لهم من تطلبون قالوا يسوع الناصري قال أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض رجع مرة تانية رجعوا ووقفوا سألهم مرة تانية من تطلبون قالوا يسوع الناصري قال قلت إني أنا هو ولكن لاحظ الكلام برضو رجعوا إلى الوراء وسقطوا وقال لهم دع دع هؤلاء يذهبون طبعا كان لتتميم النبوة أنه لم يهلك أحد من تلميذ المسيح في تلك الليلة في يحنم 18 كانت لتتميم النبوة سقطوا على الأرض عندما قال إني أنا هو بالحقيقة إني أنا هو هو لمحة من مجد المسيح لمحة من لهوت يسوع المسيح لم يقدروا أن يقفوا على أرجلهم وهذا اندل على شيء أحباء بالدل سلطان وسيادة يسوع المسيح المطلقة أنه سيد الأحداث وهو المسيطر على كل الأحداث وعلى كل مشهد الصليب من الألف إلى الياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر